أكد وزير الداخلية محمود توفيق حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية وشدد وزير الداخلية في كلمة له خلال الاحتفالية بعيد الشرطة السبعين على العمل على تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطية تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج استراتيجية شاملة لارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال بزل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بأعداد العنصر البشرية وتطوير معدلات وأليات الأداء